بين كر وفر مر شهر على المعارك المحتدمة في العاصمة الليبية طرابلس لم تحقق خلالها قوات المشير خليفة حفتر أو القوات التابعة لحكومة الوفاق أي أنجاز عسكري يذكر اشتباكات عنيفة شهدها محور طريق المطار بعد هجوم من ثلاثة محاورة شنته قوات حكومة الوفاق في محاولة منها لاستعادة السيطرة على أجزاء من المطار كانت قد سيطرت عليها قوات حفتر على وقع استمرار المعارك لا يزداد المشهد الليبي سوى ضبابية في ظل تمثيل ليبيا ساحة تصفية حسابات المحاور الدولية اتهامات متبدلة بين طرفي المعارك بتلقي دعم عسكري خارجي وفي هذا الصياق أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني مهند يونس أن الجيش بقيادة حفتر يمتلك أسلحة متطورة زود بها حديثا من قبل الدول الدعمة له مشيرا إلى أن الجيش بقيادة حفتر يستخدم أسلحة متطورة وصلته عبر البر من دول تشترك في الحدود مع ليبيا وفي سياق المحاور الدولية التي ترتسم خطوطها على الساحة الليبية نفت باريس على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان اتهامات حكومة الوفاق لها بالانحياز إلى حفتر مشيرة إلى أنها تعتقد أن حفتر جزء من الحل في ليبيا لكونه حارب الإرهاب فيها التصعيد العسكري جنوب العاصمة نتج عنه آلاف الضحايا ونزح 11 ألف أسرة بحسب نائب رئيس لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق الوطني عثمان الجليل الذي وصف الوضع الإنساني في ليبيا بالمأسوي والكارثي أمر كانت قد أعلنت عنه الأمم المتحدة في دعوتها إلى هدنة إنسانية مؤقتة لسماحي بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعية للمدنيين